معنا في الستوديو للتعليق على هذا الموضوع دكتور أحمد طامع رئيس السابق للحكومة السورية المؤقتة ورحب بك دكتور أحمد داء في هذه النشرة يا حيكم الله إخوة الكرام إيران استبقت الأمور ووصفت وفد المعارضة عقب وصوله مباشرة بالإرهابيين أو جددت بالأحرى هذا الوصف برأيك هذا مؤشر على ماذا على سير المفاوضات إلى أين علينا أن نثبت بعض النقاط الأساسية قبل الحديث عن موضوع الأسيتانا وأهم نقطة ينبغي أن نثبتها أن إيران ليس لها أي مصلحة من أي نوع كان بمؤتمر الأسيتانا وهي سوف تسعى إلى تخريب هذا المؤتمر ونتائجه إلى أقصى درجة إذ أن إيران تريد أن يستمر القتال في سوريا أملا في الحصول على مزيد من إمساك الأرض وأملا في بقاء سوريا تحت جناحها إذ أن أي حل سياسي في سوريا سيكون على حساب إيران ويستحيل أن تنال إيران بأي حل سياسي ما استطاعت أن تحققه حتى الآن في سوريا بالنسبة للروس الروس بدأوا يشعرون بالفترة الأخيرة أنهم ربما يرتكبون نفس الخطأ القديم الذي وقعت فيه الولايات المتحدة عندما أزحت تظام صدام حسين بحيث أتحت الفرصة في العراق لكي تكون حديقة خلفية لإيران وأتمد نفوذها في العراق الروس بدأوا الآن يشعرون أن استمرارهم بالعمل العسكري ضد المعارضة السورية سوف يؤدي في النهاية إلى أن تسيطر إيران على كامل سوريا وبالتالي ستكون روسيا هي أحد أهم الخاسرين بهذا الموضوع لذلك أخذت روسيا تتجه باتجاه أنه إذا حصل تفاهما بينها وبين تركيا وأن تكون تركيا وسيطا بين المعارضة السورية المسلحة بمختلف أطيافها ما عدا الجهات الموسومة بقرارات أممية بأنها جماعات إرهابية إذا استطاعت روسيا أن تضمن ومن خلال تركيا التفاهم مع القيادات العسكرية فإنها تستطيع أن تشكل مرتكزا يستطيعون من خلاله مواجهة إيران وأنا تقديري أيضا أن الروس بدأوا يدركون في الآوينة الأخيرة خطر ما يفعله الإيرانيون وأيضا بدأوا يدركون أن الأمريكان في عهد ترامب لن يسمحوا أبدا لإيران بأن تستمر في تهديدها الذي فعلته وكذلك من كل الجهات الأخرى مثل إسرائيل لا يمكن أن تقبل بأن تستطيع إيران أن تتمركز في منطقة القلمون خلاصة ما أريد أن أقوله في هذه النقاط المؤسسة أنا أعتقد أنه ينبغي علينا أن ندرس بدقة التقرير الأخير الذي صدر عن الولايات المتحدة أهم عن المركز الأطلنطي وهو مركز من أهم المراكز البحوث في الولايات المتحدة الصادر عن الشرق الأوسط وهو تقرير صدر بعد عشر سنوات عن التقرير الأول الذي صدر عن مجموعة الكونغرس التقريران غاية في الأهمية وفي العادة هذا التقرير يكون برئاسة شخصية ديمقراطية وشخصية جمهورية لذلك تتبناه الإدارة الأمريكية التقرير الأول تبناه أوباما بحذافره والتقرير الأول كان ينص على أربعة نقاط وهي الخلاصة الخلاصة الأولى في عام 2006 أن المشكلة في الشرق الأوسط هي إيران والحل هو الانفتاح على إيران وخروج الولايات المتحدة التدريجي من منطقة الشرق الأوسط وكذلك لجمو روسيا الآن التقرير الحالي بعد دراسة معمقة استمرت سنتين خرج بالخلاصة التالية أن المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط هي إيران كما التقرير الأول ولكن الحل مختلف الحل هو بلجم إيران والانفتاح على روسيا وعودة الولايات المتحدة التدريجية إلى منطقة الشرق الأوسط بالمناسبة مادلين أول برايت وهي أحد المشرفين على هذا التقرير في لقاء تلفزيوني قالت كلاما مهمة جدا أن الإنعزالية التي كان يفكر بها الأمريكان عندما تبنوا في عهد أوباما الخروج التدريجي منطقة الشرق الأوسط أن الإنعزالية كانت وهما كبيرا وأنها شكلت خطرا على الولايات المتحدة وأنه لا ينبغي أبدا تكراره نعم إلى أي حد يمكن أن يصل الخلاف الذي استعر مؤخرا ما بين روسيا وإيران وحرب التصريحات الملغمة من صحاء التعبير بينهما أن تؤثر إلى حد يمكن أن تؤثر على مؤتمر أستانا وسير المفاوضات هناك علما أنه لتثبيت وقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى جينيف ومبادئ جينيف أنا لا أعتقد أن هذا الشغب الإيراني سوف يؤثر على مؤتمر الأستانا وخصوصا أن المشروع الروسي التركي الذي قدم إلى مجلس الأمن في يوم التاسع والعشرين لقيت ترحيبا ولكن تم تغيير نقاط مهمة فيه عندما خرج قرار مجلس الأمن في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي وكان هذا القرار فيه نقاط ملفتة لانتباه أنها أعادت الاعتبار إلى بيان جينيف واحد وطرحت موضوع قرار مجلس الأمن 22-54 وأن جينيف هي أساس الحل وأنهم أخذوا علما بالجهود الروسية التركية المشتركة وأن مجلس الأمن يعتبر الأستانا خطوة خطوة في طريق الحل الذي سوف يتتم بباشرته في جينيف وليس مرتكز الحل وليس مرتكز الحل السياسي وأنا أعتقد أن هذه النقطة مطمئنة بالنسبة إلينا أعود إلى النقطة التي تفضلت فيها الروس الحقيقة بدأوا يشعرون بقلق شديد مما تفعله إيران وقبل ثلاثة أيام صدرت في إحدى كبريات الصحف الروسية المقربة من الكريملين وبالعادة مثل هذه التسريبات أو الطروحات كون خارجة عن الحكومة ولكن في إطار الأعلام بالضبط تتحدث بمنتهى الوضوح أن هناك خلافات جوهرية بين الحكومة الروسية وبين الحكومة الإيرانية كما قلت لك آنفا الإيرانيين لا يريدون أي حل سياسي في سوريا وهم طرحوا شعارهم منذ البداية أنهم يريدون أن يستأصلوا كل شيء بينما القوة الدولية الكبرى بما في ذلك روسيا تريد مصالحها تريد أن تستعين بتواجدها في سوريا لمواجهة الولايات المتحدة وتحقيق مكاسب دولية وأين إيران من هذا؟ لكن بالمجمل مؤتمر الأستانا سوف يسير سوف يتم تثبيت بعض القواعد في مسائل وقف إطلاق النار وليس في المفاوضات أو تقرير الحل النهائي أنا تقديري أن الحل النهائي سوف يتقرر في جنيف وبعد أن تقرر الإدارة الأمريكية الحالية أن تضع يدها ضمن هذه المفاوضات وبالتالي لن يستطيع الإيراني أن يشاغبوا حتى ولو حاولوا المشاغبة من خلال تنظيم داعش وأنا هنا أريد أن أقول لإخوتنا دقيقوا إخوتنا الكرام وقارنوا بين مصالح الإيرانيين وتحركات داعش إذ أنه كلما أحرج الإيرانيون في نقطة فإنهم يضغطون على الجميع من خلال داعش يضغطون على تركيا ويضغطون حتى على النظام السوري ويضغطون على الروس وما الضغط في مطار التيفور إلا على الروس وما الضغط في مطار ديرزور إلا على النظام وكل هذا من أجل إفشال الأستانة والحل السياسي في سوريا أخيرا أود السؤال ما الذي قد يثمر مؤتمر أستانة ما الذي قد يثمر عنه وفق المعطيات الحالية وبرأيك هل يمكن التعويل فعلا على الإدارة الأمريكية الجديدة بزعمة دونالد تامب أنت هنا طرحت سؤالين سأجيب عليهم بالتتالي فيما تعلق بمؤتمر أستانة أنا أعتقد أنه إذا حصلنا على تفاهمات تتعلق بوقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار فهذا سيكون من مصلحة المعارضة السورية ولن يكون في صالح إيران ولا في صالح النظام السوري الروس سيحاولون لمكاسبهم وأيضا لمكاسب حلفائهم أن يحققوا شيئا أكثر من هذا وأن يضعوا أواليات الحل السياسي في سوريا ولكن أعتقد أنا شخصيا أنه لن يتحقق هذا وإنما سيترك هذا إلى جنيف عندما يتم استناف المفاوضات في الثامن من شباط ولنا حقيقة ثقة بالفريق العسكري رغم عتبنا عليهم أنه منذ البداية كان ينبغي أن يشاوروا عدد من القيادات السياسية المدركة لألاعيب التفاوض إلى آخره فيما تعلق بالنسبة لسؤالك الثاني الحقيقة إذا قررت إدارة ترامب استمراء الإنعزال الأمريكي وهذا ما لا أظنه فإن الأمور ستكون سيئة بالنسبة إلينا لكن تقديري أن الولايات المتحدة سيدخلون بهذا الملف وستكون علاقتهم إيجابية خصوصا مع تركيا وعودتهم إلى الشرق الأوسط أعتقد أنها ستكون مؤكدة بالمناسبة هنا ينبغي أن نشير أن الأمريكان بالرغم من قرار أوباما الخروج التدريجي منطقة الشرق الأوسط إلا أنه عاد فجأة وعاد بكثافة ملحوظة بعد سقوط الموصل في أواخر عام 2014 إذ أن الأمريكيين أدركوا أن نوري المالكي قد قام بتسليم الموصل لداعش وبأوامر إيرانية من أجل مجموعة من النقاط أولها الضغط على الأكراد في شمال العراق ومحاولة احتوائهم تحت مضلة الإيرانيين وكذلك الضغط على السنة وخربطت الأمور في الإقليم من أجل تمهيد الطريق أمام الإيرانيين لكسب مزيد من الأراضي ومزيد من السيطرة وإقرار مفهوم ولاية الوفقية شيئا فشيئا هذه هي العقدة الأساسية التي ينبغي أن نتنبه منها وأعتقد أن الأمريكان والمجتمع الدولي أصبحت لديه تصور واضح حول مخاطر الإيراني في كل هذا شكرا جزيلا لك الرئيس سابق للحكومة المؤقتة دكتور أحمد طعمة أهلا وسهلا